اشتركوا في القناة ومواساته الى اصحاب السمو كبار افراد العائلة المالكة الكريمة داعيا المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء واشاد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بمآثر ومناقب الفقيد ودوره وجهوده رحمه الله في بناء نهضة سلطنة عمان الحديثة وتطورها في جميع المجالات وخدمة شعبه وامته العربية والاسلامية واسهاماته مع اخوان اصحاب الجلالة والسمو في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوطيد اركان مسيرته المباركة سائلا الله ان يوفق صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد لإكمال مسيرة التقدم والنماء لكل ما فيه خير وازدهار السلطانة وشعبها الشقيق هذا وقد اعرب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان الشقيقة عن خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته الاخوية الصادقة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ضارعا الى البهر جلت قدرته ان يحفظ جلالة الملك المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الى ارض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت لاحق من هذا اليوم